مع اغتراب موعد بدء ضخ النفط من خزان صافر أقيمت في ميناء الحديدة مرسيم تسليم الأمم المتحدة السفينة البديلة النوتيكا إلى الحوثيين تمهيدا لبدء سحب حمولة الناقل صافر ووقع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جراسلي وقع وثائق التسليم مع المدير العام التنفيذ المعين من قبل الحوثيين لشركة النفط والغاز اليمنية وقال جراسلي عملية تسليم السفينة نظمت بمشاركة جميع الأطراف في نزاع اليمني فيما أكد مسؤولنا حوثيون أن السفينة تقع الآن تحت سيطرتهم ومن المتوقع أن تبدأ عملية ضخ مليون ومائة واربعين ألف برميل من النفط من صافر إلى نوتيكا خلال الأيام المقبلة وأن تستمر ثلاثة أسابيع وأن تبقى سفينة نوتيكا التي تغير اسمها إلى اليمن أن تبقى في المنطقة قبالة سواحل الحديدة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكم بها وبمصير النفط الذي علمت نها نريد القضاء على مخاطر التلوث بشكل نهائي وهذا سيتطلب خطوة إضافية ضخ النفط خطوة واحدة وهي حاسمة لكنها ليست النهاية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر